ظهرت حنين رمضان الابنة الكبرى للفنان محمد رمضان في مقطع فيديو مع شقيقها علي وهما يغنيان اغنية تتر مسلسل جعفر العمدة وده احدى الظهور لحنين بعد ظهورها في عيد ميلادها واللي احتفل بي والدها ونشر فيديوهات على حسابه الرسمي مهنئا بنته بعد ميلادها حنين هي الابنة الكبرى لمحمد رمضان من زوجته الاولى حيث تزوج محمد رمضان مرتين الاولى كانت عام 2008 واستمرت الزيجة لمدة اربع سنوات وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد ان رزق ببنته الكبرى حنين وفي نفس العام تزوج من نسرين عبد الفتاح ورزق منها بطفلين علي وكنز وكانت شاركة حنين والدها النجم محمد رمضان في احدى اغنية واللي كانت بعنوان مصباح علاء الدين وبتعد هذه المرة الاولى اللي بتشارك فيها حنين مع والدها في اعمال فنية وبعد ظهرها خطفت حنين كل الانظار اليها وظهرت في الكليب في اكتر من مشهد واعجب الجميع باطلالتها الراقية والبسيطة وكانت الاغنية عبارة عن كليب بيظهر قصة كفاح ابيها وكان بيوجه محمد رمضان من خلال الكليب رسالة غير مباشرة لاعداءه ومنتقديه وكان بيوضح ليهم انه بدأ من تحت السفر ويستاهل كل النجاح اللي هو فيه اشتركوا في القناة